أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وموضوع شفاء العالم تأمل قداسة البابا فرنسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتواجدين في ساحة القديس بوترس في الفاتيكان في مبدأ التضامن وفضيلة الإيمان مبينا قداسته أن التضامن هو الذي يخرجنا من أزمة الجائحة التي نحن فيها ومن أجل عيش هذا التضامن علينا أن نحافظ على ترابط متين مع أخينا الإنسان ومع الخليقة والخالق وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لكداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة الكديس بوترس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثاً وللمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في مبدأ التضامن وفضيلة الإيمان وذلك في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم قال كدسته نحن جميعاً مرتبطون بعضنا ببعض في الشر والخير والتضامن هو الذي يخرجنا من أزمة الجائحة التي نحن فيها ويسيرنا أفضل مما نحن عليه التضامن ليس مجرد مسألة مساعدة الآخرين إنه مسألة عدالة ومن أجل عيش هذا التضامن علينا أن نحافظ على ترابط متين مع أخينا الإنسان ومع الخليقة ومع الخالق وأضاف كداسته تصف قصة برج بابل ما يحدث عندما يتجاهل هذا الترابط نبني الأبراجة ونطحات السحاب لكننا ندمر الجماعة ونوحد الأبنية واللغات لكننا نقتل الثروات الثقافية نريد أن نكون سادة الأرض لكننا ندمر التنوع البيولوجي والتوازن البيئي ثم يقول كداسته إن يوم العنصرة هو تماماً نقيض برج بابل فالروح الكدس يخلق الوحدة في التنوع والإنسجام ويعزز الترابط لذلك فإن التضامن اليوم هو الطريق الذي يؤدي بنا إلى عالم أفضل وهو الذي يشفينا من أمراضنا الشخصية والاجتماعية وبالإيمان والتضامن معاً نعيش محبة الله في ثقافتنا المعولمة فلا نبني أبراجاً أو جدراناً تفصل بيننا بل نصنع نسيج الجماعة وندعم عمليات النمو فتكونا حقاً إنسانية نوكوية والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق ناطقين اللغة العربية di familiari ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية وسط الأزمات والعواصف يكلمنا الرب يسوه ويدعونا لنستيقظ وننشط هذا التضامن قادر على إعطاء المتانة والدعم والمعنى لهذا الوقت الذي يبدو فيه أن كل شيء قد غرق ليت إبداعات الروح الكدس تشجعنا على ابتكار أشكال جديدة من الضيافة العائلية والأخوة المثمرة والتضامن العالمي الشامل ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر